اشتركوا في القناة وفي الرباط مكرون في خطاب تاريخي أمام البرلمان قال قبل قليل حاضر ومستقبل الصحراء تحت السيادة المغربية من بين عناوين الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا حجم الاتفاقيات التي وقعت بالأمسين نتحدث عن 22 اتفاقية همت قطاعات استراتيجية استقبال رسمي وشعبي مبهر في قلب الرباط يحيل على مكانة الضيف وقيمة الشريك صفحة في الظاهرة نخصصها لقيمة العلاقات المغربية الفرنسية ويرافقني في بلاتو الظاهرة أحمد نور الدين محلل سياسي والخبير الاقتصادي بدر زاهر الأزرق علاقات اقتصادية إنسانية وجسور ثقافية تجمع الغاصمتين والشعبين قصص دماج في الاتجاهين توثق لحوار إنساني وجسر وطيق يصل دول الشمال بالجنوب علاقات إنسانية وجسور ثقافية مغربية فرنسية في نبض المجتمع مع سعاد زيتراوي أهلا بكم إلى تفاصيل الظاهرة ترتق اليوم إلى مكانة الشراكة الاستراتيجية الوطيدة هي العلاقات المغربية الفرنسية كما يريدها جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون مرحلة جديدة دشنها البلدان والرباط تستقبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون في زيارة دولة له هي الأولى بدعوة من جلالة الملك محمد السادس لقاء قمة عقد بالأمس في القصر الملكي بالرباط اتفق فيه القائدان على تجديد دماء الشراكة الاستثنائية وتوطيدها وتمكينها من إطار استراتيجي شامل مستقر دائم ومتطور ومبتكر كشريكين استراتيجيين في جميع المجالات مريم التارق شراكة الاستثنائية وطيدة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تم التوقيع عليها في الرباطة الإعلان الخاص بهذه الشراكة وقعه أمس صاحب الجلال الملك محمد السادس ورئيس إمانويل ماكرون من أجل تمكين البلدين من رفع جميع التحديات التي تواجههما بشكل أفضل هذه الشراكة ترسم خارطة طريق استراتيجي للسنوات المقبلة عبر تعبئة جميع القطاعات المعنية بالتعاون الثنائي والإقليمي والدولي ويعتزم قائد البلدين من خلال هذه الشراكة بالعمل بشكل منأسق من أجل تعزيز التوجه الأورو المتوسطي والإفريقي والأطلسي ضمن مقاربة للعمل المشارك تخدم الإزدهار والتنمية البشرية المستدامة كما شدد على أهمية تجديد الشراكة بين ضفتي المتوسط بشكل معمق من أجل بناء مستقبل أكثر استقراراً مستداماً ومزدهراً بالمنطقة مع الاستجابة للرهانات السوسيو اقتصادية والبيئية الراهنة واتفق قائد البلدين على دخي دماء جديد للعلاقات متعددة الأبعاد بين المغرب وفرنسا من أجل الأخذف عن الاعتبار دموحات البلدين ومواجهة التطورات والتحديات الدولية سوياً فيما الوضع في الشرق الأوسط كان محوراً مهماً في أجندة المباحثات بين قائد البلدين حيث أشاد الرئيس الفرنسي بالدور الذي يطلع به جلالة المالك رئيس لجنة القدس خدمة للسلم في منطقة الشرق الأوسط ودعا كل من صاحب الجلالة ورئيس الفرنسي لوقف فوري للهجمات في غزة ولبنان وأكد على أولوية حماية المدنيين وأهمية ضمان تيسير وصول المساعدات الإنسانية الكافية ووضع حق لتأجيج الوضع على المستوى الإقليمي وخلال هذه المباحثات ذكر قائد البلدين بالطبع الاستعجالي لإعادة إحياء مسلسد السلام في إطار حل الدولتين دولة فلسطينية مستقل على حدود الرابع من يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية وفي ختام هذه المباحثات وجه رئيس الفرنسي دعوة رسمية إلى صاحب الجلالة للقيام بزيارة دولة إلى فرنسا وهي الدعوة التي قبلها جلالته والتي سيتم الاتفاق على تحديد تاريخها عبر القنوات الدبلوماسية ويرافقني في بلاتو الظاهرة أحمد نوردين المحلل السياسي أهلا بك أستاذ أحمد نوردين أهلا وسلم بكم محمد السادس لبلادنا نحن في اليوم الثاني من الزيارة دعني أقف عند لقاء القمة الذي عقد بالأمس في القصر الملاقي بالرباط بين جلالة الملك محمد السادس ورئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفق القائدان على إعلان يخص شراكة استثنائية وطيدة ماذا تعني أهاته الشراكة الاستثنائية الوطيدة حينما نتحدث عن شراكة استثنائية فيعني أنها في مقابل الشراكة الاستراتيجية العادية وما يجعل منها استثنائية من هذه الشراكة أولا مثل ما ورد في الإعلان أن لديها أسس عميقة في التاريخ إذا شئنا نرجع إلى أول سفارة للمغرب تعود إلى القنص السابع عشر مع ابن عائشة 1689 لديها أسس إنسانية تحدث عنها قائدة البلدين سواء في الجالية المغربية في فرنسا أو الجالية الفرنسية الأولى ربما خارج الاتحاد الأوروبي موجودة في المغرب لديها أسس اقتصادية وشراكة اقتصادية ربما نحن نتحدث عن ألف اتفاقية بين المغرب والدول الإفريقية ولكن هناك أيضا أزيد من ألف اتفاقية تربط المغرب بفرنسا خلال السبعة عقود الماضية ثم هي استثنائية لأنها تتناول كل القطاعات الاستراتيجية إذا رجعنا إلى الإعلان سنجد في ربما الفقرة الرابعة أو الخامسة حينما يتحدث عن تفصيل عن القطاعات الاستراتيجية المنطقات بشكل أولي معناها أنه يمكن أن تتطور هناك ثلاث ربما يمكن محاور المحور السيادي يتعلق بكل ما هو أمن استراتيجي سواء أمن غدائي أمن صحي في ضل الكوفيد وفي ضل التي ستتزايد هذه الأزمات الصحية الأمن بمفهومه الضيق الأمني والدفاع ثم لدينا الأمن الطاقي إذا انتقلنا إلى المحور الثاني في هذا الكشكول إذا شئنا نقول من القضايا الاستراتيجية سنجد يتحدث عن التنمية الاقتصادية البنيات التحتية تحويل التكنولوجيا الذكاء الإصطناعي ثم ينتقل إلى المحور الأخير في هذه المشاريع وهو الرأسمال البشري الذي تحدث عنه في البداية كأحد الأسس التي تنبني على هذه الشراكة الاستثنائية ثم جاء في القطاعات الاستراتيجية العنصر البشري كبحث علمي كجامعات كتنقل والسماح للتنقل ما بين الضفتين في هذه الشراكة شراكة استثنائية يقرر جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي توطيد هذه الشراكة الاستثنائية سياق هذا الإعلان والسياق الإعلان يمكن أن كما قلت التوطيد له علاقة بأن هناك إرث تاريخ كبير جدا نجره في هذه العلاقة نحن لا نبني من فراغ نحن نوطد نعزز المكتسبات التي تحققت في القرن العشرين ونحن على عتبات العشرية الثالثة في القانون الـ 21 وربما إذا أضفنا إلى الإعلان أمس ما قاله الرئيس اليوم أمام البرلمان من أنه قدم دعوة وقبلها جلالة الملك لزيارة دولة إلى فرنسا ستكون مناسبة للتوقيع ربما على اتفاقية جديدة من نوع خاص يترجم هذه الاستثنائية التي عبر عنها الرئيس في البرلمان تعبر عن الكثافة العلاقات المغربية الفرنسية وهي من الكثافة بحيث أنها لا مثيل لها خارج العلاقات التي تربط فرنسا بدول الاتحاد الأوروبي توطيدها يعني الانتقال من مرحلة حالية أساس هذا التوطيد كيف بني هذا التوطيد اليوم هذه العلاقات هي ممتدة في التاريخ مرت بأزمات اليوم بعد ثلاث سنوات مرحلة جديدة تبنى في العلاقات المغربية الفرنسية نتذكر ما قاله جلالة الملك محمد السادس في إحدى الخطب الملكية قال بالحرف إن النظار التي ينظر بها المغرب دول العالم هي مغربية الصحراء لأنها المعيار الوحيد والواضح لبناء هذه العلاقات اليوم فرنسا تخرج عن حيادها تؤكد على مغربية الصحراء وهذا ما جدد التأكيد عليه قبل لحظات قليلة فقط الرئيس الفرنسي أمام البرلمان ألا تعتبر اليوم القاعدة متينة لنقل هذه العلاقات إلى مرحلة أو فصل جديد من الشراكة الاستثنائية الوطيدة طبعا هذا هو المفتاح مفتاح هذه النقلة الجديدة أو هذه الوثبة الاستراتيجية في العلاقات ما بين البلدين مفتاحها والاعتراف الفرنسي الصريح بمغربية الصحراء وبسيادة المغرب على أقالمه الجنوبية أظن أن الأزمة كانت مناسبة كما هو الشأن بالنسبة للدول التي لديها ثقل تاريخي وستراتيجي كانت مناسبة هذه الأزمة لإعادة كل طرف حساباته مع الطرف الآخر وأخذ بين الاعتبار ما سيفقده وما سيخسره وما سيربحه في هذه الشراكة وأظن أن القرار الفرنسي جاء بتمعن وبدراسات لأنهم أخذوا وقت تقريبا أربع سنوات يمكن أن نقول استفاقات ثلاث سنوات منذ الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية فرض هذا المعطى على الدول الصديقة والحليفة المغرب من خلال خطابات جنة الملك الحاسمة في أنه ليس مستعدا لإبرام أي شراكات استراتيجية كانت واضحة هذه الجملة أي شراكات استراتيجية مع الدول لا تعترف بالسيادة الكاملة للمملكة المغربية على أقالمها الجنوبية هذا هو المفتاح وإذا شئنا نقول اليوم جلالة الملك وبصم في الإعلان بصمته في الفقرة الأخيرة دون الفقرة السابعة التي تحدثت بتفصيل عن الاعتراف الفرنسي على لسان الرئيس الفرنسي بأنه لا أفق ولا تاريخ ولا حاضر للأقاليم الجنوبية في الصحراء الغربية المغربية لأن الغربية توصيف جغرافي في مقابل الصحراء الشرقية المحتلة المقتطعة إذن لا مستقبل لهذه الأقاليم خارج السيادة المغربية هذا هو المفتاح وإن كان قد ختم به الإعلان إلا أنه هو البصمة وذن أنه جلالة الملك بهذه الفقرة يعني أعطى أيضا ضمانات قانونية وديبلوماسية لأن الرسائل بين الرؤساء تبقى رسائل أما الإعلان الموقع دبلوماسيا وفي بروتوكولات هناك اليوم قطار واضح تبنى عليه تبنى عليه وستكون له تبعات وآثار قانونية وديبلوماسية وسياسية إلى الأبد في هذه العلاقات الدبلوماسية وهنا الحكمة والعبقرية الملكية في إدخال هذه الفقرة في هذا الإعلان سننتقل إلى شق آخر في هذه الشراكة الاستثنائية الوطيدة تترجم ربما هذا المفهوم وهذا الإطار الاستراتيجي من بين عنوين الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا حجم الاتفاقيات التي وقعت أمس في الرباط تحت أنظار جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون نتحدث عن 22 اتفاقية همت قطاعات استراتيجية تبدأ بالتعليم مرورا بالمجال الطاقي والسككي وصولا إلى الشقي الثقافي جاد أبردان يعود إلى تفاصيل الاتفاقيات الموقعة أمس بالقسر الملكي بالرباط شراكة استراتيجية مستدامة ومربحة للطرفين ثالث موجه للاتفاقيات غير المسبوقة التي ترأس جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي توقيعها إثنى ثاني وعشرون اتفاقية في مجالات عدة أربع اتفاقيات منها تهم القطاع السككي مسار للقطار فائق السرعة قطارات جديدة وتدبير للوجستيك سككي رؤية تمتد إلى 2030 مدرى ثاقيبة سيدنا الله يمصره ونستمره في تطوير الشبكة السككي الحديدية مشروع تكميل القطار فائق السرعة من قنطرة المراكش على طول 230 كيلومتر في هذا الأيطار كان هناك طلب العروض الذي يخص القطناء عدد القطارات جزء من هذه القطارات هما القطارات الفائقة السرعة التي ستعمل على المحور طنجاء مراكش من النقل السككي إلى النقل الجوي واتفاقية خامسة بين حكومة المملكة المغربية وشركة سافران ينشأ بمجيبها موقع لإصلاح محركات الطائرات تمسك بخيار صناعي يوازه انتقال طاقي اتفاقيات ووقعت تهم تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر هذا التطور أوضح لنا أن هناك دينامية جديدة للعرض المغربي الذي تم بشفافية وبجدية مع المستثمرين كان عملا للبناء المشترك مع هؤلاء يأخذ بعين الاعتبار احتياجاتهم في عالم وقطاع في تحول كبير الطاقة والهيدروجين هي شركة متعددة الأقطاب بنفس اقتصادي مع اتفاقيات وبروتوكولات لتسريع عجلة الاستثمار وضخ الرصامي الكهاته التي يوقعها المدير العام لصندوق محمد السادس للاستثمار ومسؤولين ماليين فرنسيين تتغيى تحفيز الاستثمار في كافة أنحاء المغرب بما في ذلك الأقاليم الجنوبية الاتفاقيات التي تم توقيعها اتفاقيات متعددة القطاعات تأخذ بعين الاعتبار التقدم الرائع الذي حققه المغرب تحت ريادة جلالة الملك أعتقد أن هذا يفتح جوا جديدا من التعاون القوي بين المغربي وفرنسا مجموعة المكتب الشريف للفصفات قاطرة من بين قاطرات الدفع الاقتصادي الوطني حاضرة في هذا الزخم من الاتفاقيات المكتب وقع لأجل دعم وتكثيف الشراكات مع المقاولات الفرنسية أنا سعيدة لوجودي لتوقيع اتفاقيتي للشراكة مع صندوق محمد السادس ومع المكتب الشريف للفصفات وذلك لتطوير انتجام بين المقاولات الفرنسية والمغربية ومن تم الاستثمار في المغرب وإفريقيا معاً الذهب الأزرق أضحى أولوية وطنية فكان أن وقعت اتفاقية بخصوص الاستراتيجية الوطنية للمياه اتفاقيات أخرى ترتبط بالمجالين الفلاح والغباوي أشير عليها وفي زمن ظواهر حرائق الغابات كانت اتفاقية تهم مكافحة الحرائق وقعت اتفاقيتين الأولى اتفاقية إطار للتعامل مع الكوارثة الطبيعية التي يعتزم بلدان مواجهتها اتفاقية أخرى أكثر خصوصية تتعلق بالتقانية الموجهة للحرائق الضخمة حرائق الغابات بآليات جوية كالطائرات مجالات أخرى نالت نصيبا من التوقيعات أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحبة السمو الملكي الأمير للا خديجة وصاحبة السمو الملكي الأمير للا مريم مجالات تتعلق بالتعاون في مجال التربية والتعليم العالي والبحث والابتكار والصناع الثقافية والإبداعية في مجال ألعاب الفيديو حضر هذا الحفل على الخصوص رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومستشار صاحب الجلالة فؤاد علي الهمة وعدد من أعضاء الحكومة وعضاء الوفد المرافق للرئيس الفرنسي وعدد من كبار الشخصيات لا تقف فقط عند شق الاقتصادي أو التعليمي بل تمتد إلى شراكة ببعد ثقافية اتفاقية وقعت أمس في القسر الملكي في الرباط بين وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة ذاتي ونظيرها المغربي محمد مهدي بن سعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل لتعزيز التعاون الثقافي والفني في ستة مجالات نستمع إلى رشيدة ذاتي وزيرة الثقافة الفرنسية جميع المهن المرتبطة بالثقافة سنجري تبادلات حقيقية بين فرنسا والمغرب في مهن الفن السينما التراث ولسيما مع المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث ستكون هذه الشراكة قوية وسنقوم بالطبع بتنفيذها وقعنا هذه الاتفاقيات وبدأنا بالفعل في تنفيذها وأنا فقورة جدا مع نظيري بأننا نستطيع إنشاء سينما في الدخلة المتضمنة في هذه الاتفاقية في الدخلة والعيون سنعمل بوضوح على تطوير جانب ثقافي قوي في هذه المنطقة وهذه الأقاليم ويرافقني في الشق الاقتصادي الخبير في هذا المشال بدر زاهر الأزرق أهلا بك مرحبا سنقف عند آخر كلمات وزيرة الثقافة الفرنسية راشيدة ذاتي إذن استثمارات فرنسية في الأقاليم الجنوبية ماذا يعني؟ أكيد اليوم نتحدث عن محطة تاريخية وهي تاريخية لم يأتي هذا التوصيف من فراغ أن اليوم نحن بصدد قطيعة بين نموذج التعاون المغربي الفرنسي قبل زيارة ماكرون الحالية وبعدها فرنسا اندبطت لقواعد اللعبة اليوم الصحراء بعيون فرنسا هي صحراء مغربية والنموذج الأوحد من أجل حل هذا النزال المفتعل في الصحراء المغربية هو نموذج الحكم الذاتي الذي سبق للمملكة المغربية أن اقترحت إذن هذه القطيعة الأولى القطيعة الثانية هي حتى على مستوى التعاون الاقتصادي الذي لم يكن يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية تجوزنا هذا المعطى واليوم فرنسا جددت تأكيدها أنها سوف تنخرط في كل برامج التنمية والتعاون الاقتصادي الذي يشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية وهنا أريد فقط الإشارة بأنه قبل أن تتخذ فرنسا هذا القرار الرسمي كان هناك تواجد لعدد من المقاولات الفرنسية وعدد من المستمر الفرنسيين وكذلك كان هناك تمتيلية للغرفة الصناعة والتجراء الفرنسية يعني مسألة التعاطي الإيجابي مع الصهراء كانت قبل حتى أن يأتي هذا الموقف الرسمي لفرنسا إذن اليوم المملكة المغربية هي تعمل على تحويل الأقليم الجنوبي للمملكة إلى منصة اقتصادية موجهة نحو أمريكا اللاتينية موجهة نحو إفريقيا والعمق الإفريقي وأظن فرنسا أنها التقطت الإشارة لأن المنافسين الآن كتر وكبار من حجم الصين الولايات المتحدة الأمريكية دول عربية كالإمارات العربية المتحدة كلهم اليوم يستعدون للانخراط في هذا المشروع الكبير الذي ارتبط أيضا مع دعوة صاحب الجلالة في إطار المبادرة الأطلسية لفتح الأقليم الجنوبيين للمملكة المغربية أمام الدول الحبيثة جغرافيا في الصحراء والساحل من أجل الوصول إلى الطرق التجارية مشروع ضخل ومشروع كبير أستاذ بدر الزاهر بوقوفك عند شقة تنافسية هل تقتصم معي فكرة أنه بفتح باب الاستثمارات الفرنسية في المغرب اليوم بارتقاء الشراكة الاستثنائية المغربية الفرنسية إلى هذه المرحلة شراكة استثنائية وطيدة يكون المغرب قد قدم طوق نجاة لفرنسا لاختبار تنافسيتها اليوم في القرى ككل أكيد فرنسا وعدد كبير من الشركة الفرنسية عن استيرطة العقدين الماضيين من تنافسية أو من منافسة شرسة من قبل عدد كبير من المقاولات العالمية العابرة للقرات من الصين أو الولايات المتحدة الأمريكية خاصة في قطاعات محددة كصناعة السيارات والطاقة المتجددة والطاقة عموما إذن اليوم المملكة المغربية ماذا تقدم لفرنسا تقدم لها نفس جودة الخدمات والبناء التحتية واليد العاملة المؤهلة ودات التكلفة المنخفضة مقارنة بفرنسا وتكلفة التكلفة المنخفضة ونفس الجودة ونفس البناء التحتية هما محددات رئيسية للكلفة النهائية للمنتج ولتنافسية المنتج في الأسواق العالمية في استثمارنا تحدث عن استقرار عن أمن تقدمه اليوم المملكة المغربية للمستثمر الأجنبي بطبيعة الحالة لأن هذه المتيازات مقدمة لفرنسا وغير فرنسا ولكن اليوم بعد هذه الاتفاقية التي ارتقت بالتعاون بين المغرب وفرنسا إلى مرحلة استثنائية ستكون فرنسا أيضا متفردة في التعاطي وفي الاشتراك مع المملكة المغربية نفس الشيء بالنسبة للمغرب الذي أريد فقط أن أشير أن اليوم لن نتحدث عن تنفقات استثمارية فقط في اتجاه المملكة المغربية بل أيضا هناك تنفقات استثمارية مغربية في اتجاه فرنسا هناك أكثر من مليارين دولار من استثمارات مغربية اليوم في فرنسا هناك أكثر من مليون ونصف المغربي مقيمون في فرنسا بينهم 45 ألف طالب نعم باحثون أطباء دكاتر مهندسون قوة عاملة لدى فرنسا قوة عاملة أحد عوامل قوة المحرك الاقتصادي الفرنسي أيضا وأنت تسرد هذه المعطيات أستاذ بدر زاهر يحيلني حديثك على مفهوم الشراكة التي تبنى اليوم على قاعدة رابح رابح اليوم فرنسا لا تستثمر في المغرب من أجل عيون المغرب فقط إنما من أجل ربح مشترك في الاتجاهين ليس شيء غير فرنسا اللي غير ترباح بمغرب أيضا أعتقد أن فرنسا كما أشر الأستاذ قبل قليل إنها تأخرت شيء إنما أربع سنوات قبل أن تلتح قبرك بالدول اليوم التي هي شريكة مع المملكة المغربية في المتحدة الأمريكية الذين شاركوا استراتيجية مع الصين وغيرها من الدول ومؤخرا كان هناك اتفاق يعني ارتقى أيضا بالعلاقات المغربية الإماراتية إلى مستويات استراتيجية يعني كبيرة ومهمة إذن فرنسا اليوم إسبانيا اليوم تنافي في فرنسا بل أزحتها من قمة الشراكة مع المملكة المغربية وهذا أمر أزعج الفرنسيين كثيرا وأظن أنه أيضا شكل عميل ضغطنا على الاقتصاد الفرنسي والفرنسيين من أجل مضاعفة الخطى واليوم فرنسا تتجاوز إسبانيا أكيد أنا أعتبر أن الاقتصاد هو المحرك الرئيسي للسياسة للديبلوماسية للتحولات المجتمعية للأفكار لكل شيء النهضة التقافية في أوروبا كانت بواعته اقتصادية النهضة الصناعية وما خلفته من تحولات اقتصادية ومجتمعية وفكرية في أوروبا كان أساسها أيضا المال والأعمال والتجارة والصناعة اليوم المحدد الاقتصادي وأظن هذا ما عملت المملكة المغربية على العمل وفقه منذ اعتلاء صاحب العرش سنة 1999 أننا جعلنا قاطرة الاقتصاد تقود المصالح الاستراتيجية للمملكة المغربية وأظن أننا اليوم بدأنا في قطف تمار هذه التوجهات قراءة وبعجالة في القطاعات التي شملتها لاتفاقيات التي وقعت بالأمس أمام أندار جلالة الملك والرئيس الفرنسي 22 اتفاقية في مجالات حيوية جدا أكيد هي قطاعات مرتبطة بالمجالات التي أعطتها المملكة المغربية الأولوية يكفي أن نعود إلى المتاق الجديد للاستثمار التي تم عرض مضامينه أمام صاحب جلالة لنستشف أن اليوم المملكة المغربية تسعى إلى توطيط الشركات في الصناعات الدفاعية في الطاقة المتجددة في التكنولوجيا في صناعة السيارات الجيل الجديد في صناعة السفن في النقل الجوي في صناعة الطائرات في صناعة استشفائية والدوائية هذه المجالات اليوم المملكة المغربية التي تراهن عليه بشكل كبير لأنها مرتبطة بالتحول الاقتصادي الذي بترئ منذ عقدين من الزمن والغاية منه في المغرب أن نسرع تحول منظوم الاقتصادية المغربي من اقتصاد تهمين عليه الفلاحة والخدمات إلى اقتصاد تهمين عليه الصناعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا أكيد لأن اليوم الاقتصاد المغربي هذا الارتهان إلى الفلاح والخدمات كلفنا غاليا على مستوى التنمية وعلى مستوى التطور وهضرنا زمنا تنمويا كبير بفعل هذا الارتهان. اليوم نسرع الخطة في أفق 2030 و2040 أن تكون المملكة المغربية قد دخلت نادي الدول المصنعة ولكن اليوم هذا الدخول وهذا الولوج يتم عبر بوابة عقد شراكات كبرى. لأننا نحن بحاجة إلى التكنولوجيا. بحاجة إلى رؤوس الأموال. بحاجة إلى التكوين. وهذا ما نعمل اليوم على تنزيله. نتكلم عن التكوين. ربما المرحلة عندما يتم تكوين كوادر مغربية. فهذه الخبرة المغربية يدعوها المغرب رهنة إشارة بلدان القارة الإفريقية. وهنا يؤكد المغرب على مكانته كصلة وصل قوية بين دول الشمال ودول الجنوب. تماما أريد أن أشير هنا. اليوم نحن بصدد الحديث عن اتفاقية تجمع المغرب وفرنسا. يعني اتفاقية نائية. ولكن اليوم هذه الاتفاقية أؤكد لك أن لديها إسقاطات قارية إقليمية دولية كبيرة. المملكة المغربية بصدد إعادة تنظيم الأوراق مع فرنسا. وإعادة ضبط قواعد اللعبة الاقتصادية والسياسية مع فرنسا. وأظن بأن هذا الأمر سوف يتم تعميمه على معظم القارة الإفريقية. خاصة غرب إفريقيا. حيث تتمركز المصالح الفرنسية بشكل كبير. وفرنسا اليوم هي تعول بشكل كبير على المملكة المغربية كمنصة اقتصادية ومالية. وواجهة ديبلوماسية تحدى بالموتوقية والمصدقية لدى عدد كبير من الدول الإفريقية من أجل ترميم صورتها. وهذا ربح آخر. فرنسا تسعى إلى انتزاعه من خلال هذه الاشتراكة الاستثنائية. شكرا لكم بدر زاهر الأزرق الخبير في المجال الاقتصادي. وقواعد اللعبة الاقتصادية كما قال ضيف الظاهرة تبنى وفق معطيات جديدة. على رأس هذه المعطيات تأتي أولوية الأولوية. طبعا مغربية الصحراء. والموقف جدده اليوم الرئيس الفرنسي إمانوال مكرون. أمام ممثلي مجلسي أنواب والمستشارين في خطاب تاريخي له. قال بالحرف الواحد الرئيس الفرنسي إمانوال مكرون حاضروا ومستقبل الصحراء تحت السيادة المغربية. خلال العقود الماضية المغرب وفرنسا ظل حلفاء أوفية. رغم الأوقات العصيبة. وفرنسا لم تتخلى يوما عن المواضع الوجودية التي تهم المملكة المغربية. وهنا أشير إلى ملف الصحراء المغربية. حيث أريد أن أتكلم باسم بلدي. حين توجهت بخطاب هذا إلى جلالة الملك. أؤكد للمرة الثانية أنه بالنسبة لفرنسا فماضي وحاضر الصحراء ينطوي تحت وحدة التراب المغربي. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو مشروع مقترح سنة 2007. بالنسبة لنا هو الحل الوحيد للوصول إلى حل سياسي متفق عليه ومنصف. احتراما للقرارات والمواثق الدولية لهيئة الأمم المتحدة. نتطلع لمستقبل واعد وافضل لذلك فرنسا ستتوكب هذا القرار بجانب المغرب في المحافل الدولية. هذا الموقف لا يعادي أحد هو يفتح باب صفحة جديدة أمام كل من يريد أن يتفاعل معنا في إطار تعاون إقليمي بالبحر البيض المتوسط ومع دول الجوار للمغرب وكذل الاتحاد الأوروبي وأقولها اليوم بكل قوة شركاتنا ومقاولاتنا ستواكب التنمية التي تعرفها المنطقة بخلق استثمارات ومبادرات للتنمية المستدامة لصالخي سكاني الجهة. وإذا كانت الاتفاقيات الموقعة بين المغرب وفرنسا ترجم عمق الشراكة الاستثنائية التي تجمع البلدين. فإن تفاصيل الاستقبال الذي خصصته الرباط لضيفها الكبير الرئيس الفرنسي تؤكد مكانة الضيف وقيمة الشريك. جلالة الملك محمد السادس رفقة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا خديجة وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم كانوا جميعا في استقبال إيمانويل ماكرون وحرمه بغيجيت ماكرون ضيف الرباط حضي أيضا باستقبال شعبي مبهر طبعته عفوية الترحاب المغربية والصورة كانت دالة حين توقف الموكب الملكي بشارع محمد الخامس بقلب العاصمة يتوقف جلالة الملك محمد السادس ليصافح المواطنين الذين خرجوا مرحبين بضيف جلالته تاريخ غان إلى مطار الرباط السلاح حل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل مكرون وحرمه بريجيت مكرون في زيارة دولة للمملكة المغربية بدعوة كريمة من جلالة الملك محمد السادس ولد وصولهما وجد رئيس الدولة الفرنسية وحرمه في استقبالهما جلالة الملك مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحبة السمو الملكي الأمير للا خديجة وصاحبة السمو الملكي الأمير للا مريم وتوجه جلالة الملك وظيفه الكبير نحو المنصة الشرفية حيث تم التحية العالم على النغمات النشيدين الوطنيين بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ترحيبا بمقدم الرئيس الفرنسي بعد ذلك استعرض جلالته والرئيس إيمانويل مكرون تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية وبمدخل القاعة الملكية لمطار الرباط سلا قدم لرئيس الدولة الفرنسية التمر والحليب جريا على التقاليد المغربية الأصيلة موكب رئيس الدولة انطلق في تجاه القصر الملكي بالرباط وعلى طول المصار حشود من المواطنين يحيون ملكهم وظيف المغرب فرحة وابتهاجا وشعورا بالفخر والاعتزاز شوارع الرباط تزينت بالأعلام الوطنية المغربية والفرنسية شوارع على بها صوت الزغاريد والتصفيقات جلالته أبا إلا أن يوقف الموكب الملكي ليتوجه جلالته رفقة ضيف المغرب لتحية شعبه الوفي ويبادله الحب صورة تلاحم ملك وشعب العفوية والتلقائية طبعت هذه المشاهد التاريخية ولد وصول الموكب الملكي إلى باب السفراء قامت فرقة من الخيالة تابعة للحرس الملكي بخفر موكب جلالته وظيفه الكبير إلى غاية ساحة المشور للقصر الملكي فرقة الخيالة تقوم عادة بخفر موكب جلالة الملك لدى استقبال جلالته لكبار الضيوف ما يضفي طابعا مميزا للاستقبال الرسمي والشعبي ما يؤكد مكانة المملكة المغربية وعراقتها وجذورها الضاربة في التاريخ استقبال مهيب لضيف كبير يرقى إلى مستوى العلاقات العريقة التي تجمع المغرب وفرنسا وأعود إلى المحلل السياسي الأستاذ أحمد نور الدين إذا تابعت معنا تفاصيل استقبال الرسمي والشعبي كل افتخار البرح كل التفاصيل كانت زوينة في العاصمة الرباط كانت مبهرة وهي تستقبل الرئيس الفرنسي استقبال رسمي لم يكن قائد بلد يستقبل قائد بلد كانت الأسرة الملكية تستقبل الرئيس الفرنسي وعقيلته والوفد المرافق لهم ماذا تعني بلالة الصور التي استوقفت عنوين الصحف ماشي في المغرب حتى خارج المغرب أول ما يتبادر إلى الدهن في هذا الاستقبال بهذا الشكل أسرام الملكية كاملة تستقبل الرئيس هو أن المغرب يعطي رسالة إلى الرئيس الفرنسي وإلى فرنسا وإلى العالم من خلال الرئيس الفرنسي على أن العائلة الملكية ممتنة وتعرف كيف ترد الإشارة القوية تجاه المغرب في أقدس قضية يواجهها المغرب في كينونته والتي سبق لجنال الملك أن قال بأن قضية الصحراء هي قضية وجود وليست قضية حدود بالنسبة للمغاربة فحينما يأتي الرئيس الفرنسي ليختم كل هذه الأزمة التي مرت منها العلاقات أو فترة الفتور بالاعتراف الملكي فالعائلة الملكية ترد له هذه التحية بأفضل منها هذا على المستوى الاستراتيجية الجيو بوليتيكية ولكن إذا شئنا أن نقول فالعائلة الملكية هي تجر وراءها إرثا هي الآن ثاني أقدم عائلة ملكية على المستوى العالمي بعد الإمبراطورية اليابانية هذا ما قالوا بالحرف اليوم الرئيس الفرنسي ممام برلمان ممام برلمان وهذه العراقة للعائلة الملكية التي أصبحت هي أيضا القليل ممن يتحدث على أنها هي التراث اللامادي الحقيقي للمغرب هذه التقاليد الملكية وهذه الأسرة الضاربة في العمق بهذا العمق التاريخي هي الميراث أو هي التراث اللامادي الحقيقي لهذا البلد فحينما تكون دولة بهذا الثقل التاريخي والحضاري طبيعي أن يكون حفاوة الاستقبال بضيوفها الكبار بطريقة غير معهودة وبطريقة التي تبهر ليس فقط المغاربة والفرنسيين ربما تبهر العالم ملامح الرئيس الفرنسي كانت تقول ما توقفت عنده وهو يتابع تفاصيل الاستقبال الشعبية الذي خص به جلالة الملك والشعب المغربي ضيف الرباط الكبير الصورة كانت بالأمس دالة عند شارع محمد الخامس وقد التقطناها جميعا ونحن نتابع البث المباشر لاستقبال شعبي كبير جدا كل التفاصيل كانت مبهرة بالأمس في العاصمة الرباط كانت لوحة بالأمس في الرباط لوحة فنية نعم كانت لوحة فنية كما قلت لأنه حتى إذا تحدثنا عن العائلة الملكية وأنها تعرف كيف تشكر من يحترم أقدس مقدسات المغاربة لذين ثلاث مقدسات الله الوطن الملك فالعائلة الملكية عرفت كيف تكون ممتنة لمن يعترف للمغرب بشرعيته التاريخية وخاصة أن فرنسا لها تاريخ طويل هي وإسبانيا تعرف تفاصيل مغربية الصحراء وما فوق الصحراء حتى الشعب المغربي نفس الشيء المغاربة الذين يحركهم اليوم ربما يمكن أن نتحدث عن ثلاث أشياء أو نضيف رابعة التي هي أيضا فيها وهي الكرة خارج هي الرابعة أما الثلاثة الأخرى فهو الدين الذي نراه في مظاهر رمضان في مظاهر التدين لدى المغاربة والمرتبط بإمارة المؤمنين أيضا ثم لدينا الوطن كل ما يمس الوطن يجعل المغاربة يتحركون على قلب رجل واحد والملكية وبالتالي المغاربة أيضا هذا الخروج بهذا الزخم تعبير للمغاربة على أنهم يقدرون الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء شكرا لكم أستاذ أحمد نوردين المحلل السياسي شكرا لكم وعلى منصة إكس غرد الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون غرد وباللغة العربية فقال هذا اليوم في الرباط نفتح فصلا جديدا في العلاقات بين المغرب وفرنسا من أجل الأجيال القادمة تغريدة مكرون تسدرت عنوين الصحف الصادر اليوم التي خصصت حيزها الأكبر من صفحاتها للزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي للمغرب يونس رفيق مكرون باللغة العربية في الرباط نفتح فصلا جديدا في التاريخ الطويل بين المغرب وفرنسا تعنون الزنق عشرين نقلا عن تغريدة للرئيس الفرنسي مانويل مكرون عبر حسابه بموقع إكس باللغة العربية خلال تواجده بالمغرب هذه التغريدة تحدث فيها مكرون عن فصل جديد في التاريخ الطويل بين المغرب وفرنسا من أجل الجيل القادم عقود والتزامات بمليارات اليورو لإتمام المصالحة الفرنسية المغربية تعنون صحيفة لوموندا الفرنسية وهي تتحدث عن عشر مليارات من اليورو قيمة العقود التجارية والالتزامات المالية المعلن عنها في أول زيارة دولة يقوم بها الرئيس الفرنسي للمغرب توقيع العديد من الاتفاقيات بين المغرب وفرنسا تحت رئاسة جلالة الملك محمد السادس ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون هذا العنوان نطالعه في جريدة لوماتان التي استعرضت مجموعة الاتفاقيات التي تم توقيعها وتهم مجالات الدفاع والأمن والهجرة والطاقات المتجددة والتعليم والثقافة والطيران والنقل مانويل ماكرون بالمغرب استعراض بسيارة مكشوفة للرئيس الفرنسي والملك محمد السادس تعنون بإفام الفرنسية متحدثة عن الموكب الملكي الفخم الذي جمع جلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي مانويل ماكرون بعد الاستقبال الملكي الذي خص به جلالة الملك الرئيس الفرنسي بمطار الرباط إمانويل وبريجيت يستقبلان بفخامة من قبل الملك محمد السادس بالمغرب تعانون صحيفة باري ماتش مستعرضة مجموعة من الصور الرائعة التي توثق لهذا الاستقبال التاريخي ونختم من موقع العمق المغربي الذي تحدث عن تاريخ المغرب العريق وحضارته الراسخة التي تتجسد في مختلف التقاليد والممارسات وخاصة في استقبال الملوك والأمراء ورؤساء الدول العمق المغربي عنوانت ماكرون بالمغرب استقبال ملكي وشعبي لضيف المملكة يعكس عمق الحضارة المغربية ماكرون في المغرب وفي اليوم الثاني من زيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي بدعوة من جلالة الملك محمد السادس قام صباح اليوم الرئيس الفرنسي رفقة حرمه بريجيت ماكرون بزيارة لدريح محمد الخامس حيث ترحم على روحي جلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والملك الحسن الثاني طيب الله ثراهما وبعد وضع كليل من الظهور على قبري جلالة المغفور لهما الملك محمد الخامس والحسن الثاني وقف الرئيس الفرنسي وحرمه دقيقة صمت ترحما على روحي الملكين الراحلين قبل أن تقدم لهما شروحات حول الطابع المعماري المغربي الأصيل لمعلمة حضارية هي ضريح محمد الخامس وفي مقر إقامته بقصر الضيافة بالعاصمة الرباط استقبل اليوم الرئيس الفرنسي رئيس الحكومة عزيز أخنوش ضيف الرباط استقبل أيضا ودائما في مقر إقامته بقصر الضيافة بالرباط استقبل رئيس مجلس الواب رشيد الطالبي العالمية تلاه لقاء آخر هذه المرة مع رئيس مجلس المستشارين محمد ودرشت وبين المغرب وفرنسا علاقات إنسانية قوية ترجمها قصص الاندماج الناجحة لمغاربة فرنسا على رأسهم الطلبة الطلبة المغاربة اليوم هم أكبر جالية طلابية أجنبية تدرس في الجامعات الفرنسية نتحدث عن 45 ألف طالب مغربي ومغربية جيهان دوبلالي ما يزيد عن 500 طالب وطالب يجتمعون كل يوم سبت هنا بالدار البيضاء بالمركز المتخصص في الدراسات العليا بالديار الفرنسية كومبيوس فرانس يتقسمون نفس الطموح من ضمن هؤلاء سلمة 16 سنة وهي تنميذة بالبكالوريا أظن أنها مسألة إيجابية جدا أن نستكمل الدراسة بلغة نعرفها جيدا ونطقنها وقد اخترت تخصص التجارة فيما بعد البكالوريا بالمركز ورشاة لتأطير التلاميذ في اختياراتهم الدراسية بفرنسا لهذا المركز دور مهم جدا لأننا نعمل على مضاعفة حضوظ التلاميذ في اختياراتهم بفرنسا بالموازات مع دراستهم هنا عبد الحميد الدامية من كومبيوس فرانس بالدار البيضاء حقق الطموح وهو الآن يدرس بأعرق المدارس الفرنسية المتخصصة في الهندسة ورحلة طموحه لم تتوقف لأنه يسعى للأفضل لدي رغبة كبيرة في العودة إلى بلدي يوما ما بعدما أحصل على التجربة الكافية هنا بالمدرسة المركزية بباريس لكل سنتخال طالب مغربي من ضمن عشر وبالتالي فإن الطلب المغاربة يتصدرون قائمة الطلب الأجانب والرقم يشير هنا إلى أزيد من 43.360 طالب مغربي السنة الماضية هنا بالوكالة الوطنية الفرنسية بباريس ضاقم متخصص في تأطير هؤلاء الطلبة هذه السنة أضفنا 2% من تأشيرة الطلبة للعدد المعتاد الذي يلتحق سنويا والطلب المغاربة دائما مرحب بهم هنا لأنهم يحققون النجاح هي علاقة وطيدة بين البلدين ومتجدرة ويكفي أن نشير إلى تواجد أزيد من مليون ونصف المليون مغربي بالديار الفرنسية إليان برادي واحد من هؤلاء يحضر للثاني ماستر له في العلوم السياسية وهو من القائمين على مجموعة بالأنترنت للطلب المغاربة بفرنسا بالإضافة إلى الجانب الثقافي والديبلوماسي والسياسي وكذا الاقتصادي فكرنا في وضع إطار معين يضم هذه الكفاءات من خلال مجموعة برالنترنت مهم جدا أن نقدر نحن الجيل الجديد هذه الروابط بين فرنسا والمغرب وفي دراسة أنجزها طلبة المدارس والمعاهد العليا بفرنسا فإن واحد وستين في المئة من الطلب المغاربة يرغبون في العودة مباشرة إلى المغرب بعد استكمال مسارهم الدراسي فيما الجزء الآخر يرغب في أخذ الخبرة والتجربة بسوط الشغل الفرنسية قبل العودة إلى الوطن وربرتاج في فرنسا لسليمة بن عبو أما في المغرب 53 ألف فرنسي يعيشون بيننا ففي المغرب تتواجد أكبر جالية فرنسية في القارة الإفريقية خلف هذا العدد قصص دماج ناجحة هذه المرة في الاتجاه الآخر تحكي عن حوار إنساني وجسر ثقافي يصل الشمال بالجنوب على أرض ميديافة الروبرتاج لحسن بالربح هذا الصباح في الدار البيضاء لهو ولا هي خطط لأن يكون شارك العمر من جنسية مختلفة كيفين الفرنسي والسلم المغربية كان اللقاؤهما الأول بقاعة للرياضة ببنينة الدار البيضاء هناك تأججت مشاعر الحب بينهما وترجمت إلى علاقة زوجية منذ ثلاث سنوات شغفهما بالرياضة تحول إلى استثمار من خلال مشروع خاص بهما في نفس المجال هو اختيار وقدر عندما أتيت هنا إلى المغرب كنت أشتغل والتقيت بزوجتي في مقر العمل بإحدى القاعات الرياضية ورغم اختلاف الجنسية بيننا تمكننا من الارتباط وخلق لحظاتنا السعيدة معا ونحن سعداء بهذا الزواج وهذه الصداقة المغربية الفرنسية هو حاصل على ميزة مدربين مبرز في اللياقة البدنية وتحقيق الحلم لم يكن أمرا هينا رويضا رويضا نجح في افتتاح المسروع الثنائي بطموح جارف للنجاح رغم صعوبات البداية سنده في جميع الخطوات إيا الزوجة كيفين اللي هو اسميه التهامي في المغرب حي تسميناه التهامي فاسم مراسو التهامي هو اللي اختار اسميه بالنسبة لي الحياة في المغرب بسيطة بسيطة حيث هنا بزاف جال يفعلها كينين وبقين إنه بلد مضياف يرحب بك هنا بكل دفء ونتعايش ونندمج هنا بكل سهولة والمغاربة يمنحونك كل الثقة والراحة والحياة هنا جد بسيطة بالكثير من الابتسامة أنهينا الدردشة وبعد نهاية حصة الرياضة الصباحية بالقاعة الرياضية والتي تسبق عادة مواعيد العمل الاعتيادية يقل الزوج زوجته صوب مقر عملها فهي إطار بنكي قصة اندماج من قصة اندماج كثيرة جدا في البلدين في المغرب كما في فرنسا تحيل هذه القصص على عمق العلاقات الإنسانية والجسور الثقافية التي تجمع الرباط وباريز وتجمع الشعبين أيضا عند هذه العلاقات وهذه الجسور تتوقف سعاد زعيد راوي في نظر المجتمع أهلا سناء روبرتاج حسن بن ربح يوقف عن قصة كان قصة كثيرة جدا تحيل على هذا العمق العلاقات الإنسانية وربما احتف الوفد الذي رافق بالأمس الرئيس الفرنسي هناك وجوه مغربية فرنسية تحيل على هذا الاندماج الممكن والناجح صحيح سناء هذا الاندماج الإنساني الثقافي أبدا لا يغيب ونحن نتحدث عن علاقة المغرب بفرنسا الشراكة التاريخية والصداقة التي تربط المغرب وفرنسا تتعدى السياسي والاقتصادي ومجالات أخرى حيوية لتمتد إلى الإنساني والثقافي تأثيرات إنسانية والشماعية هي بمثابة العموض الفقري للعلاقات بين الدولتين كل ما نقوم به مع المغرب تاريخي لأن الإنسانية حاضرة في علاقاتنا الكلام كان بالقصر الملكي بالرباط يوم أمس على لسان وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي وهي من أصل مغربي حقيقة الكلام يختصر كل شيء فمن جملة الاتفاقيات التي وقعت كانت اتفاقية تعاون بين وزارتي الثقافة المغربية والفرنسية ركزت على الصناعات الإبداعية المرتبطة بالثقافة والسينما والفنون والتراث حتى يبقى جسر الانفتاح بين البلدين قائما ينهل من تنوع وغين الثقافتين لخدمة الأجيال القادمة وكان الاتفاق على التعاون الثنائي على مستوى منظمة اليونيسكو لمحاربة السطو على التراث الثقافي بين وزارتي الثقافة اهتمام خاص بمواصلة دعم التعاون المتميز في مجال الروابط الإنسانية والرأسمال البشري ولعل رمزية تدشين المصرح الكبير بالعاصم الرباط في هذه الزيارة أكبر دليل على هذا الاهتمام بالمشترك الثقافي هذا المشترك يجسده أيضا المتوج الثقافي الناطق باللغة الفرنسية من أدب وشعر ورواية يفرض نفسه في هذه العلاقات بحيث هناك أسماء روائية مغربية تغذي مخيال اللغة الفرنسية بالمقابل هناك أقلام أخرى فرنسية كبيرة ظل المغرب جزء من هويتها المتعددة قبل قليل وفي كلمته بالبرلمان جاء على لسان رئيس الجمهورية الفرنسية إمانويل ماكرون اسم الكاتب الطاهر بن جلون وعبدالطيف اللابي وليلى سليماني وعالم الاجتماع الفرنسي جاك بيرك وهي أسماء غذة المخيلة المشتركة بأقلامها وإبداعتها هذا المشترك الثقافي تجسده أيضا رمزية الحضور الوازن لأسماء ثقافية كبرى رافقت الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ويبقى التعاون الثقافي مع الدولة الصديقة فرنسا جزءا ضمن كل وقائد البلدين يعين تماما بعد تجسير العلاقات الثقافية لأن الثقافة تمنح مناعة فعالة لتقوية العلاقات وثقافة هو ذاك الجسر السلس الذي يربط شعبين وكما قلت سعاد كانت هناك أسماء وازنة تحيل على هذه الرمزية كانت ضمنهم الليلة سليمانية إلى جانب وجوه في المجال الرياضي اليوم هناك تقريبا أزيد من 53 ألف فرنسي يقيمون في المغرب اختاروا المغرب للعيش بيننا وهناك طلبة مغاربة يدرسون هناك نتكلم على مليون ونصف ديال المغاربة في فرنسا صحيح سناء فرنسا تعتبر المغاربة المقيمين بين ظهرانيها جزءا من تطورها الاجتماعي والاقتصادي تضم فرنسا أكبر عدد من مغاربة العالم حوالي مليون ومئة وخمسين ألف مغرب يعيشون في فرنسا والمغاربة في صدارة الحاصلين على الإقامة الفرنسية للعام الثالث على التولي حسب بيانات حديثة للمرصب الفرنسي للهجرة والديمغرافية حيث بلغ عدد الحاصلين على الإقامة من المواطنين المغاربة أكثر من ستة وثلاثين ألف شخص أكبر جالية طلابية أجنبية في جامعات ومعاهد فرنسا هي مغربية وسبق فرنسا وجهتهم الأولى للدراسة بالأرقام أكثر من خمسة وأربعين ألف طالب مغربي يدرسون في فرنسا بينهم ستة ألاف طالب مهندس وليس عدد الطلبة المغاربة بفرنسا وحده المهم بل ما يسجله الطلبة من مستويات عالية من التفوق في كبريات المعاهد والمدارس بالمقابل هنا في المغرب وحسب المعطيات الرسمية أكبر جالية أجنبية هي الجالية الفرنسية إذ يبلغ عدد الفرنسيين بالمغرب قربة أربعة وخمسين ألف مواطن فرنسي نصف العدد يحملون الجنسيتين الفرنسية والمغربية هذا التبادل في الإقامة والتبادل في الثقافة وحل لحمة الشعبين ومزالت المساعي جارية لإعداد أو لإمداد عمر هذه العلاقات التي لطالما حرص جلالة الملك محمد السادس أن تظل متينة متوازنة لا تتأثر برياح تغييرات مهما عصفت شكرا لك سعاد وإلى نبض جديد إن شاء الله وقبل أن نغلق هذه الصفحة التي نخصصها للزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لبلادنا فقد قامت اليوم حرم الرئيس الفرنسي بغيجيت ماكرون بزيارة رفقة صاحبة السبو الملكي الأميرة لالا مريم بزيارة هذا الصباح إلى إعدادية أبي ذر الغفاري بالعاصمة الرباط وسنعود بالتفصيل إلى هذه الزيارة بالإضافة إلى أنشطة أخرى في ثاني أيام الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس الفرنسي لبلادنا بدعوة من جلالة الملك محمد السادس وبهذا نغلق الملف الذي خصصناه بالكامل لهذه الزيارة ومن المنتظر أن يخصص جلالة الملك محمد السادس حفل عشاء على شرف ضيفه الرئيس الفرنسي وعقيلة بغيجيت مكرون والوفد المرافق للرئيس هذا المسأل في موضوع آخر تحذر مديرية الأرصاد الجوية من استمرار الأجواء الماطرة تمطر في العديد من المناطق ببلادنا وكمية الأمطار المتراكمة في تحذير مديرية الأرصاد الجوية أمطار قوية أحيانا رعضية مصحوبة بهبات الرياح والبرد المعروف بالتبروري منتذر اليوم وكمية تساقطات المطرية ستتراوح ما بين 40 إلى 70 مليمترا والمناطق المعنية هي تنجة أصيلة فحس أنجرة وزانش بشاون تمارا سخيرات سلال ربات سيدي قاسم قنيترا برشيد سيدي بن نور الدار البيضاء بن سليمال محمدية النواسل الجديدة مديونة وآسفي مديرية الأرصاد الجوية تتوقع أيضا انخفاضا في درجات الحرارة درجات الحرارة قد تصل في بعض المناطق إلى ما دون الصفر بثلاث درجات المناطق المعنية هي بولمان آزيلة البنملا الحوستينغير ميدلت إفران ثم وارززات تمطر إذن ولله الحمد في العديد من المناطق ببلادنا وكمية التساقطات المطرية المتراكمة خلال الأربعين وعشرين الساعة الماضية بلغت في تنجة أزيد من مئة مليمتر ثلوج أيضا في بعض المرتفعات ثلاثون سنتيمترا في قمم آزيلة تفسر هذا الانخفاض المنتظر في درجات الحرارة جليلة بن فتان هي أمطار خريفية رعضية قوية إلى معتدلة سجلت بعديد مدن المملكة خلال يوم أمس إلى حدود هذا الصباح وتوزعت حسب المدير العام للإرصاد الجوية تنجة أصيل مائة مليمتر المضيق الفنيدق أربعة وتمانين مليمتر تتوان تسعة وسبعين مليمتر ميدلز أربعة وستين مليمتر فيما سجلت أربعين مليمتر بأزيلة وتمانية وثلاثين مليمتر بالرشيدية وبنمال ستة وتلاثين مليمتر أم تنغير خمسة وتلاثين مليمتر فيما سجلت بالجديدة واحد وتلاثين مليمتر في المقابل همت تساقطات تلجية مهمة خلال يوم أمس إلى حدود هذا الصباح العديد من المناطق خاصة الجبلية حيث سجلت بأزلال تلوج بلغت 20 سنتيمترا في السفح و30 سنتيمترا في القمة في حين شهد إقليم بني ملال تساقط تلوج بلغت 30.5 سنتيمترا في السفح و35 سنتيمترا في القمة أما إقليم إفران فقد شهدت تساقطة ملحوظة بتمحضيت ومشلف وجبل حيا حيث تروحت بين 14 سنتيمترا فيما شهد إقليم ميدلت 13 سنتيمترا في إمليلشيل و7 سنتيمترا في تونفيت تساقطة تلجية تفسر درجات الحرارة المنخفضة التي تروحت بين 3 درجات تحت 0 و3 درجات هي تساقطة مطارية وتلجية أكدت المديري العام للأرصاد الجوية في نشرتها الإندارية من مستوى يقضة برتقالية أنها ستستمر إلى غاية يوم الأربعة المقبل وهذه الأجواء الخريفية الماطرة تبشر بموسم فلاحي يطوي ست سنوات عجاف السورة من أطراف الحسيمة في حديث المزارعين تلتقط فرحة يدركها فقط من خبر قيمة مطار الخريف في الدورة الزراعية فؤاد العزوزي من نواحي الحسيمة عادت الغيوم حاملة أمطار الخير إلى سماء أقليم الحسيمة هنا بجماعة زرقة عن الفلاحون من سنوات الجفاف لكنهم مع عودة الأمطار بادروا إلى جلب دوابهم لحرث هذه الأرض بالطريقة التقليدية في هذه المنطقة الجبلية كما قد عرفوا أن الأعوام اللي فاتت والعام اللي دازوا واللي قبل منه كان شوية القضية شوية الجفاف ولكن هذا العام كان شتمزيا الإنسان يكون عنده واحد نية ويتوكل على الله وكمل على الله كل شيء يبقى على الله عز وجل كما قد شوفوا هنا الأجواء زوينة واشتطاحت والخير موجود خصوصا الإنسان يتوكل على الله أمطار الخير التي تهاطلت على عدد من المناطق بإقليم الحسيمة قد تعيد اللون الأخضر إلى هذه الأرض القاحلة هنا بجماعة سيلي بوتميم ورب الماشية استبشروا خيرا بالغيث الذي طال انتظاره ربي كبير ما زال إن شاء الله سيكون الخير والبركات الله يود سيكون لكل شيء سيكون لبيار الشجر كرموس داليا جيتون الأشجار المثمرة استفادت من التساقطات المطرية التي تجاوزت عشرة مليمترات بإقليم الحسيمة رغم الصعوبات فاللاحون شمروا عن سواعد الجد ويعتمدون على فلاحة معيشية بسيطة لكنهم ينثرون ويزرعون بمجهوداتهم بذور الأمل في القلوب والخطام بالصفحة الثقافية هو الموسم الثالث من برنامجكم ستاغلايت على قناتكم الثانية البرنامج يدشن موسما جديدا بنفس الروح التي تتوجه للشباب الذين يملكون مواهب فنية في مجال الغناء ويحضر ضيفا معي في ركن الظهيرة مدير كاستينغ ستاغلايت الفنان الكبير سينبيل خالدي مرحبا بك إذا موسم جديد حلقة أولى من ستاغلايت على القناة الثانية تلتت المواسم وأنت ترافق مواهب الشابة طبيعة بماذا يتميز الموسم الثالث هذا العام الموسم جانا أزيد من 8000 شارة فيديو للمشاركة في الكاستينغ إذا هذا واحد عدد كبير والحمد لله هذا يعني أنه في المغرب موجودة طاقة كبيرة للشباب التي هي موهوبة تبارك الله وتم الاختيار على واحد ثلثمائة مشارك التي جاءوا عندنا للقناة ومنهم فتصفيات بقاعة واحدة 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 ستاوستين ولا سبعين مشارك التي تقدمها للجنة التحكيم في البرنامج كمدير كاستينغ منك يكون عندك هذا العدد الكبير من شباب الذين يطرقون باب القناة من أجل إبراز مواهبهم الفنية كيف يشتغل نبيل خالدي أنا متأكدة ستكون لك تعيش واحدة الضغط كان واحدة الضغط والين لتنشتغل واحدة واحدة عشرين ساعة في اليوم كان الشارط لتنشوفوا عشرين ثانية أو خمسة ثانية وكان الشارط لتنشوفوا ستاة خمسة أو عشرة ديال المرات باش نكون متقن بالله هاتك هو الكانديدا أو المشارك اللي خسنين نعايت لي باش نتصل بنا ثلاثة المواسم شنو الخلاصة التي يخرج بها سينبيل خالدي ثلاثة المواسم هذا الكم الكبير ديال المواهب كنعرف أن الصوت المغربي يتميز واليوم البرامج التي تتوجه للشباب كتفتح هذه البوابة ديال الأمل في وجه هذه الناس اللي عندهم موهبة طبعا نتبارك الله واحدة عادة ديال المغربية عندهم موهبة وعندهم واحدة خصوصية هم تغنيوا جميع الأنماط الموسيقية سواء العربية أو الغربية وهذا سنشوفوه عام على عام الحمد لله اللي هو أنا اللي تشرفني أكثر من من هار اللي بدينا استغلية الآن وهو يمكن يمكن تبدلات واحد شوية لأنه كانوا في تجربة ديالستوديو دوزيم كانوا أكثر يدى الشباب اللي كانوا يأتي وعدنا في القافية اللي كنا نديره باش نختاره المثابرين كانوا يغنيوا الشرقي ديال الحمد لله واحدة 90 في المئة يغنيوا غير مغربي غير الأغنية المغربية ماذا تفسرها سينبيل الخالدي هذا العودة إلى الغناء المغربي؟ يمكن هذا كان واحد ظاهرة جديدة التي تسميها الأغنية الشبابية المغربية واللي جعلت واحد العدد ديال المغنيين مغاربة الشباب قدروا يمشيوا البلدان العربية ويصبحون ساوما يستغل في العالم العربي وهذا يعني أن نحت الدرجة المغربية تتغنى عكس ما كنا نضنه على العدد ديال السنوات من قبل أراضي على الدرجة المغربية كيف تتغنى؟ وبالطريقة كيف تتغنى؟ لا أراضي عليها بزاف ولا أني الحمد لله عليها المهم كينة كينة في السوق خاصة تكون بالجودة ما وصلنا لمرحلة الجودة يوم لجنة التحكيم فيها أسماء وازنة جدا كين حضور ديال الموسيقى الشابة واحتف لجنة التحكيم كين هذا التوجه؟ نقدر نقول أنه البرنامج وصل لواحد المرحلة كيتوجه فيها لهذه الفئة تحديدا ومعايير معينة حقيقة كان الأغنية الشاببية التي هي موجودة بكثرة ولكن من غير أتشارها كان شباب ما زالت يغنية الأغنية العصرية التي كنت تسمى بالعصرية المغربية أو حتى الأغنية الشرقية القديمة كينما لانبج؟ ليس أعتقد في لجنة التحكيم؟ كينما لانبج بنات السنة في لجنة التحكيم والتي تبارك الله مغنية مغربية شابة والتي هي برزاة حتى في البلد العربية في مهرجانات كبيرة ومعنا أسماء المنور التي هي بالنسبة لي أحسن صوت نسائي عربي كان في العالم كانت تفقبا تبارك الله أنا لديك دوق أسماء المنور لا يؤلاء عليها وكان احترام الجميع الأسماء التي في لجنة التحكيم كان أصوات منال بن شيخ أعطاء توجه أخر مشرق الأغنية المغربية كانوا احتوازن بين أفراد لجنة التحكيم هذا العام سبحان الله وعندما اختاروا كان مناصف كان مناصف الحمد لله إذن الموسم الثالث العدد الأول الليلة على القناة الثانية اليوم إن شاء الله فرجة ممسيعة إن شاء الله الجميع شكرا لك سينابيل الخالدي شكرا لكم أمين إن شاء الله شكرا للأسماء في الختام نذكر من بين أبرز ما جاء في نشرة الظاهرة جلالة الملك محمد السادس ورئيس الفرنسي مانويل ماكرون يوقعان بالرباط على الإعلان المتعلق بالشراكة الاستثنائية الوطيدة مرحلة جديدة دشنها البلدان في الرباط وفي الرباط في خطاب تاريخي أمام البرلمان بمجلسية إمانويل ماكرون يقول حاضروا ومستقبلوا الصحراء تحت السيادة المغربية ومن بين عنوين الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين باريس ورباط حجم الاتفاقيات التي وقعتنا تحدث عن 22 اتفاقية همت قطاعات استراتيجية استقبال رسمي وشعبي مبهر في قلب الرباط والتي حل بها الرئيس الفرنسي وعقيلة بغيجيت ماكرون في زيارة دولة هي الأولى له بدعوة من جلالة الملك محمد السادس تستمر لثلاثة أيام بهذا نكون قد وصلنا إلى ختم نشرة الظاهرة الموعد الإخباري القادم مازيغي أم فوسوا مع إحسان بن بل المسايا مع رحمة الحنوي شكرا على طيب المتابعة اشتركوا في القناة